الهجمات الحوثية في البحر الأحمر عنوان تصدر نشرة الأخبار وصدور الصحف خلال الخمسة الأشهر الماضية لكنه ما لبث أن تحول مع الأيام إلى خبر عادي ما يعني أن المجتمع الدولي نجح إلى حد بعيد في السيطرة على هذه الهجمات وإبقائها ضمن حدود معينة من التأثير في المقابل أيضا أحدثت الهجمات الحوثية المستمرة تأثيرا واضحا في الاقتصاد العالمي وأثرت في سلاسل الإمدادات التجارية الدولية وخلقت تعقيدات أمنية وجيوسياسية للدول الإقليمية المطلة على البحر الأحمر ناهيك عن الأثر الاقتصاد المباشر لبعض الدول الإقليمية والواضح أن اللعبة الجيوستراتيجية هي الأهم في هذه الأحداث ومن أبرز تجلياتها أن طهران استطاعت اجتياز حدودها القومية والوصول إلى البحر الأحمر وهذا ما أكدته تصريحات سابقة لقيادة الحرس الثوري التي قالت إن البحرين الأحمر والأبيض المتوسط باتت مرتكزات للأمن الحيوي الإيراني الولايات المتحدة هي الأخرى أعادت تموضعاتها في المنطقة بعد أن أحست باختراقات صينية تمت خلال الفترة السابقة أما الاتحاد الأوروبي فقد وجد الفرصة المناسبة للتمرن على حماية مصالحه بعيداً عن الولايات المتحدة التي تحملت ذلك الدور خلال العقود السابقة وبالنسبة للحوثيين فقد تجاوزت أهدافهم شروط إيقاف الحرب في غزة نحو الحصول على مكاسب سياسية في الداخل اليمن ومن ضمنها اعتراف المجتمع الدولي بانقلابهم وسيطرتهم في اليمن